بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي نصطفى ثم ما بعد فهذا قسم الثاني والجزء الثاني في وسائل لتفريج الهموم والقروب والشدائد الفرج بعد الشدة إن شاء الله تعالى وقد بشر الله تعالى فقال إنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فواعد بالساعة بعد الضيق وبالعافية بعد البلأ وبالرخاء بعد الشدة يقول ابن سعود عليه الرضوان في تفسير هذه الآية لو دخل العسر في جحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه لأن الله تعالى يقول إنما العسر يسرا إنما العسر يسرا وكان ابن عباس عليه الرضوان يقول لن يغلب عسر يسريني وفي ذلك إشارة إلى أن اليسر المذكورة في هذه الآية إثنان لذلك جاء ماكرة يسرا أما العسر فجاء معرفا بالألف واللام ليدل على أنه واحد فالعسر واحد واليسر إثنان لن يغلب عسر يسريني إنما العسر يسرا إنما العسر يسرا المؤمن معشر الأحباب لن يشعر أبدا بالإحباط المؤدي إلى اليأس والنهيار يضعف نعم لكن يتقوى بما يتقوى يتقوى بهذا العلاج الذي أعرضه أولا بالإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وغيره من الأركان مع العمل الصالح لأن الله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالمؤمن الحقي تلقى الأحزان المكاره والهم لكن بالصبر الجميل فاصبر صبرا جميلا واحتساب الأجر والثواب عند الله تعالى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن صابت صراء شكر فكان خيرا له وإن صابت ضراء صبر فكان خيرا له ومما أيضا ينبغي أن نوجه عناية المستمع إلى الأخذ به تقوى الله تعالى ونعم تقوى الله تعالى والإناب إليه والتوكل عليه والتعرف إليه في الرخى ليس فقط في الشدة التقوى مصدر أمن وأمان قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فوحسبه إن الله بالغنا مرح قد جعل الله لكل شيء قدرا ومما أيضا نوجه عناية المستمع إليه أن في هاتي الهموم والقروب والشدائد تكفير الذنوب في ذلك كله تكفير الذنوب ورفع الدرجات قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من نصب أي تعب ولا وصب أي مرض ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوك يشاك المؤمن إلا كفر الله عنه ذنوب وهو خطايا فالمهموم إن كان همه في الحق والطاع لا في الباطل المعصية فإن هاتي الهموم تكثر حسناته وتكفر سيئاته ولولا المصائب معشار الأحباب لا وردنا يوم القيامة على الله تعالى مفاليس لا حسنة لنا بل فقط سيئات كما ذكر بعض السلف ولذلك كان أحدهم أي أحد السلف يفرح ما شاء الله يفرح بالبلاء كما يفرح أحدنا برخاء وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإن أراد بعبد شر أمسك عنه حتى يوافى يوم القيامة بذنبه وأيضا الدعاء أخي الكريم أختي الكريمة يلجأ المسلم دائما إلى الله تعالى يدعوه متضرعا إليه بأن يعيذهم الهموم ويباعد بينه وبينها كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقد علمنا وأرشدنا إلى كثير من الأدية ومنها كما قال أنا اسم مالك كنت أسمع النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول طرق بابه وسئل أعطاه وأجب وقد ورد في السنة كما قلنا أدية أخرى بشأن الغم والهم والكرب ومنها قول عليه السلام يا حي يا قيوم برحمتك السغيث وأيضا دعوات المقروب كما قال عليه السلام دعوات المقروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا تري وأختم بما قاله الشاعر يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن نتصانع الله فيا حي يا قيوم رحمتك نرجو فلا تكني إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله بعفو الملك وعافية آمين آمين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر